تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معسكر إعداد وتأهيل مقاتل الجيش الثاني المدني الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطني بشمال سيناء بعد تدريبهم وفقاً لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معسكر إعداد وتأهيل مقاتل الجيش الثاني الميدني الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطني بشمال سيناء بعد تدريبهم وفقا لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة والتي تسهم في تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يكلفون بها وألقى اللواء أركان حرب نبيل حصب الله قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد فيها أن رجال الجيش الثاني الميداني عاقدين العزم للقضاء على كافة البؤر الإرهابية بسيناء وتنفيذ كافة المهام المكلفين بها بمستوى راق ومتميز مشير إلى أن الجيش الثاني الميداني سيظل نموذجا يحتذا به في الولاء والوفاء والبذل والعطاء من أجل الوطن وقام الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين الجدد وأدار حوارا مع المقاتلين حيث أشاد خلاله بمدى تفاهمهم لطبيعة المسئولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على استقرار الحالة الأمنية لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر وأثنى على منظومة التدريب والتأهيل القتالي الراقي لمقاتل شمال سيناء وتوفير الرعاية الكاملة لهم مشيدا بالجهد المبذول للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية العالية والتقى الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برجال الجيش الثاني الميداني حيث نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني لما يقدموه من بطولات وتضحيات وأوصى رجال الجيش الثاني الميداني بمواصلة التدريب والمحافظة على الأسلحة والمعدات والتحلي بالانضباط العسكري والأخذ بأسباب التفوق محافظين على أعلى درجات الاستعداد القتالي والكفاءة القتالية ليظل الجيش الثاني الميداني درعا من دروع قواتنا المسلحة يحمي الوطن ويصون مقدساته حضر الجولة التفقدية واللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة اشتركوا في القناة